بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلنا إلى قوله وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكل لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة أحبتي تقدم في القسم الثاني من استصحاب الكل أن الكلي المتيقن هو عين الكلي المشكوك نفس الكلي المتيقن الحدوث هو متيقن البقاء في القسم الثالث الكلي الذي حدث مع الفرد الأول زال مع الفرد الأول فهو كلي متيقن الحدوث متيقن الزوال الكلي الثاني اللي هو يتحقق مع الفرد الثاني هذا مشكوك الحدوث لأن الفرد الثاني مشكوك الحدوث فالكلي الذي يتحقق معه هو بشكوك الحدوث فلا يتحقق فيه الركن الأول من ركتي الاستصحاب الأساسيين يعني الأركان الأساسية وهي اليقين بالحدوث والشكل بالبقاء هنا الركن الأول من هذين الركنين الأساسية ما متحقق وهو اليقين بالحدوث في الشكل الثاني النوع الثاني القسم الثاني من الاستصحاب نفس الكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء فيما نحن فيه الكلي الذي حدث مع الفرد الأول زال مع الفرد الأول متيقن الحدوث متيقن الزوال الكلي الذي ينبغي أن يحدث مع الفرد الثاني مشكوك الحدوث ما حصل أصلا وبالتالي فما يكون عندنا أركان الاستصحاب ما متحققت وهي اليقين السابق والشك اللاحق الفرد الأول كليه فيه يقين سابق ولكن ليس فيه شك لاحق فيه يقين بالارتفاع الفرد الثاني من الكل هناك شك بمعنى من المعاني ولكن يقين سابق بالحدوث أصل الحدوث وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكل لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل بما هي المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء نفس الكل اللي من يدري أنه زال الآن أو ما زال الآن هي عينها متيقنة الحدوث كانت سابقا وذا تقدم تفصيله هي نفسها مشكوكة البقاء حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الحصة المضافة إلى الفرد القصير لأنه احنا ما ندري أن المتحقق أيهما وبالتالي عين المتيقن هو عين المشكوك فذات الكل المنطبق على الواقع الخارجي ذاته متيقن الحدوث مشكوك البقاء مو كل آخر مو فرد آخر من أفراد الكل مو تجلي آخر من تجليات الكل وبهذا أيضا يتضح هذا بالنسبة للقسم الثاني القسم الثالث ليس كذلك قسم الثالث أن الكل الحاصل مع الفرد الأول لأنه نعلم بأن الفرد الأول كان قد تحققه الكلي الحاصل معه زال معه وجد معا وارتفع معا الكلي مع الفرد الثاني هو أساسا الفرد الثاني مشكوك الحدوث فكليه مشكوك الحدوث وبهذا يتضح أنه لا وجهه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم طبعا الشيخ الأعظم ليس من من سجيته ولا من طريقته ولا يناسبه أن يتخذ مباني لا وجه لها بشكل كامل لها وجه ولكن هذا الوجه مردود هذا الوجه مناقش هذا الوجه مخدوش أما أنه لا وجه له له وجه إلا أنه الوجه مناقش وقد واحد يقتنع به ويقوي ويختار ما ذهب إليه الشيخ الأنصار الوجه هو معلوم إلا أن هذا الوجه مناقش من قبل البعض البعض يقبل هذا والبعض يقبل ذلك فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يخر المرحم الشيخ الأنصاري قال باعتبار أنه نحتمل نحتمل تقارن الوجودين وجود الفرد الأول ووجود فرد ثاني في ظرف وجود الفرد الأول فهنانا رح يصير عندنا الكل متحقق فإذا زال الفرد الأول يمكن أن يكون الكل موجودا مع الفرد الثاني فإنه يسبب ويشكل ويحقق يقين بالحدوث المصنف يقول لا لا ما رح يسبب يقين بالحدوث كون يحتمل أنه معه لا يقدم ولا يخر لأن الكل الذي وجد مع الأول زال مع الأول الكل الثاني مشكوك لأنه الفرد مشكوك فجعله في زمانه لا يقدم ولا يخر لا يؤثر شيء لا يفرغ شيء أصلا فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن ويشكوك وهو الكلي نحن نريد وحدة خارجية للكلي والكل في القسم الثالث ليس فيه وحدة خارجية لماذا؟ لأنه الكلي مع هذا القلم وجد معه قطعا وزال معه قطعا الكلي مع القلم الثاني ما وجد معه لأن القلم الثاني ما معلوم التحقق بس نعلم أو نشك نشك أنه متحقق في زمن الفرد الأول مجرد شك مجرد شك ليس بعيد فكون الشك أنه شك في حدوثه معه متقارن معه في بعض الزمن شيء أثر هذا المهم هو تحقق أو لم يتحقق معلوم التحقق أو مشكوك التحقق مشكوك التحقق فإذا مشكوك التحقق كليه المنطبق عليه أيضا مشكوك التحقق ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك وهو الكلي فلا بد أن يكون واحدا لكي يكون هو المتيقن فيحقق الرقم الأول يكون هو المشكوك فيحقق الرقم الثاني بينما ما نحن فيه ليس كذلك عندنا متيقن بالحدوث متيقن بالزوال الثاني مشكوك الحدوث إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكلية إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه اللي هو تقدم في الحصة السابقة أنه إذا قلنا أب واحد للأبناء فهنانا إذا تحقق الأب الواحد من خلال ابن واحد ونحتمل أنه مع الثاني ثم يزول هذا الإبن فالكل رح يكون معلوم الحدوث مشكوك البقاء لأنه واحد هو معلوم الحدوث وهو مشكوك البقاء هذا رح يحقق صحيح على هذا المبنى يصير ولكن ماكو التزام بهذا المبنى الالتزام بأنه كلي لكل جزئي لكل فرد خارجي فهذا الفرد اللي تحقق في الخارج تحقق كليه زال الفرد زال كليه هذا الفرد هو مشكوك الحدوث فيكون كليه مشكوك الحدوث أي رأي فما عدنا يقي سابق وحاشى الشيخ أن يرى هذا الرأي الشيخ ما يتبنى هذا الرأي بعيد جدا أن يتبنى هذا ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوك لأنه الفرد الثاني مشكوك الحدوث فالحصة من الكلي أو التجلي من الكل أو الانطباق من الكل عليه فهو رح يكون مشكلة وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى وهي حصة ذلك الانطباق من الكل على الفرد الأول اللي هو متيقن الحدوث وعندما زال الفرد الأول زالت الحصة معه فهو حصة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الاتفاعة مو مشكلة الاتفاعة متيقنة الحدوث مو متيقنة الاتفاعة و يكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآن هذا لا يصبح مثل الفرد المردد لأنه لا يوجد شيء واحد هو المعلوم الحدوث و مشكوك البطاء لأنه ليس هناك فرد واحد هو معلوم الحدوث و هو مشكوك البقاء قال تنبيهون هذا تبين بشكل مفصل في الحصة السابقة أو الحصة الأسبق و قد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد في الدرس الأسبق تبين هذا بشكل تفصيلي أنه إذا كان مثلا مثل السواد سواد شديد سواد خفيف متردد هذان الفردان مترددان مع البيض العرف يرى أن هذا السواد الشديد والسواد الخفيف شيء واحد ما يشوفه شيئين مثل ما لو علمه أو مثل ما لو علم السواد الشديد في محل و شك في ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف فلو الفرد الضعيف لو أصلا ما عندنا بعد سواد هنا العرف يرى أنه السواد كان موجود يقين سابق شكل أحق فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاستصحاب على أساس النظرة العرفية فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب و من هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك هي دون المرتبة الأولى هو لو زال عن الشك أصلا صار ليس بكثير الشك أصلا لو كثير الشك ولكن أخف من الحالة السابقة هنا يقال أنه كثير الشك سواء كان تبدل من حالة شديدة إلى حالة ضعيفة يقال له أنه كثير الشك فهذا العرف ينظر له بعين واحدة و ينظر له على أنه شيء واحد فيصر عندنا تردد هل هو كثير الشك أولى فنستصحب أنه كثير الشك لأنه هل زال عنه يعني كان كثير الشك سادقا هل زال عنه أولى نستصحب أنه لا يزال كذلك مع أنه يحتمل أنه زال عنه كثرة الشك بالمرتبة الشديدة تحولت إلى مرتبة أضعف العرف ما يشوف هذا التحول بحيث ما يبقى الكل يشوف هذا واحد قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد اللاحق بحسب الدقة صار عندنا فرد سابق ثم فرد لاحق مغاير له ولكن العرف ينظر أنه واحد نقدر نستصحبه يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد عرفا وبحسب النظر العرفي المسامحي وإن كان بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام العرف هو الملاحظ القضية المخاطب هو العرف طبعا العرف الدقي وليس العرف الجاهد العرف الملتفت فلا هو التسامح الكامل من الأشخاص اللي هم ما يلاحظون شيء ولا هو الدقة العقلية التي هي تميز الأشياء بشكل لا يلتفت إليه لا العرف اللي هو يلاحظ الأشياء ويميزها بعرفيته وبملاحظاته العامة هذا كيف يحدد؟ يحدده الإنسان بفطرته وبإدراك الفطر يدرك أن هذا الأمر من أي درجة هو من أي غتبة هو من خلال إدراكات العادية إلى هنا يتم هذا الدرس والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بني الطيبين الظاهرين الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمد لله الله 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 يا الله 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 الله